ما معشور مشروع مع ميت لاند ولا محطة تسويقية لأحد الأندية الأخرى هذا النادي هو نادي متحمس لكرة القدم وهو يحب دائماً أن يقدم المواهب الصغيرة ويعطيهم الفرصة لعرض مواهبهم ولذلك أنا أتصور أن إمام عشور جزء من هذا المشروع وأعتقد أن هذا النادي سيسمح له بعرض إمكاناته ومهاراته لكي ينطلق في أوروبا وإذا كان هذا في مصلحة النادي بالتأكيد سيحدث وربما في المستقبل تكون هناك سونياريوهات مختلفة ولكن أرى أن بداياته مشوقة جداً بداية إمام مشوقة جداً مع ميت جت لاند طيب هل عند حضرتك أي خلفيات عن التعاقد المادي مع إمام عشور أو بنود التعاقد مع إمام عشور للأسف هذا ليس تخصصي ولكن أعرف أن الأمور كانت لم تكن سهلة للتعاقد مع إمام عشور في أن يترك نادي الزمالك وكان هناك الكثير من الكلام والحديث ولكن رغبة اللعب هي من حسمت الأمور وجعلت الأمر ممكنًا وأنا أرى أن إمام بالفعل لعب ذو خيال واسع ويريد أن يصبح شيئاً ويقاتل من أجل مستقبله هل ميت